اشتركوا في القناة في اشخاص اعزاء اصدقاء سألوا انه ليش بعد مرات بكون في تضارب من توقعات يعني بتحكي انت مشاكل عاطفية بعدين ترجع بتحكي اشياء ايجابية مع الشريك العاطفي ليش بتحكي مثلا المال وبعدين فيش مال بعدين فيه مال او العكس اول اشي عشان احنا نشرح البيوت وشو معنى البيوت هاد بده حلقة وانا رح اعملها في اقرب وقت ممكن عشان اشرح لكم البيوت لما نقول البيت الخامس مثلا عن العاطفي خلينا على مسألة العاطفي مثلا البيت الخامس بيت العاطفي هذا لا يعني انهم متزوجين يعني هذا بيت الحب مع الحبيب غراميات فيعني يا اما ايجابي يا اما سلبي فهذا بتعلق بالحبيب ممكن يكون ماشي الزوج بحب زوجته هاي اسمها شريكة شريكته بالعاطفي وحبيبته يعني بنطبق عليها الخامس وبنطبق عليها السابع اما شريكته فهي شريكته كزوجي او شريكها كزوج الخامس لما بنحكي عواطف حبيبته زوجته او غير زوجته المال لما بنحكي البيت الثاني بيت المال والبيت الثامن بيت مال والبيت السابع مال والتاسع مال والثالث مال يعني كلهن بيجي منهن مال ولكن ممكن المال هذا يجيني انا عن طريق البيت الثاني يعني من عمل اضافي يمكن يجيني عن طريق شركاء زي البيت السابع ممكن يجيني عن طريق هبات أو مساعدات عن طريق البيت الثامن ممكن يجيني من صفقة تجارية استراد وتصدير يعني عن البيت التاسع ممكن يجيني بالتسويق يعني عن البيت الثالث فلازم أعمل أنا الحلقة هاي في أسرع وقت ممكن عشان نشرح إحنا كل بيت إيش بيعطي يعني مش شرط أنه أنا لما أقول العاطفي يعني البيت الخامس خلص خلصنا هيك البيت الخامس لا طب ممكن واحد يحب واحد في الجامعة هاي البيت التاسع ممكن واحد يحب واحد في مستشفى أو في سجن هاي البيت اتناش يعني كل إشي بتوزع على كل بيوت فعشان هيك ممكن تلاقي إشي في هذا البيت إيجابي ولكن في البيت الثاني سلبي مش معناها أنها ضاربت التوقعات لا أنت مفهمتش البيوت عشان تعرف وين ضاربت التوقعات عشان هيك إن شاء الله في أقرب وقت رح أعمل حلقة أشرح فيها البيوت بتفصيل ممل لكل بيت عشان الكل يبقى عارف البيوت هاي شو معناها إن شاء الله خلينا ندخل على توقعات يوم السبت تسعة وعشرين اثنين القمر حكينا إنه موجود في منزلة في الثور في منزلة الدبران هي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد تأثير القمر على كافة البروج لما بيكون في برج الثور نشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وكلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وإنه ما نفكر إنه نقترض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة تلفز مثلا أو حضور فيلم أو قراءة كتاب بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح تكون هي تقريبا بعد الحلقة المباشرة بساعات بسيطة هي زاوية مع الكواكب البطيئة اللي بدوم تقريبا ثمان أيام صار لها تقريبا سبع أيام وضع إليها تقريبا سبع أيام أو ثمان أيام وهي بتظلها مأثرة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبلوتو رح تكون في تمام الساعة عشر أو سبع دقائق بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتدفعك للعنف وبيجعل مزاجك عدواني وعصبي يعني بتخلي مزاجية أو عصبيتك عالية جدا وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب الخلافات في الحياة وعلاقاتك على مستوى الزواج أو المعرفة أو الحب أو أي شيء له علاقة بالعواطف يعني ممكن تهدم أي علاقة ضعيفة بعدها مباشرة في زاوية زاوية تثليف إيجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة عشر وخمس وخمسين يعني بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر أما الزاوية التي تليها هي زاوية برضو الصبح هاي الزاوية رح تستمر فترة أطول يعني مدتها رح تكون طويلة يعني رح تستمر تقريبا بحدوط العشرين يوم واحد وعشرين يوم هاي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين عطارد وأورانوس رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بننشط وبنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت بتزيد قدرتنا العقلية وبسهل علينا حل وفهم مسائل علمية بتعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود عنا أما الزاوية التي تليها هي زاوية التزديس إيجابية رح تكون بين القمر والشمس هاي الزاوية زاوية إيجابية رح تكون الساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج املولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بين قوسين للأشخاص اللي بيهتموا بإنبات الشعر أو عندهم ضعف أو مشكلة في الشعر أو عندهم مرض في الشعر أو بتقصة في الشعر أو بتساقط الشعر يعني أي مشكلة موجودة في الشعر الآن بالفترة هاي قصوصا يوم السبت هاي أفضل يوم لعلاج الشعر من التساقط يعني عملية التطريف أو قص رؤوس الشعر اللي هي زي تقنيب الشجر بمعنى آخر هي اللي بتساعد على عملية الإنبات الأكثر وخصوصا في هذا الشهر والشهر القادم لما بتصير هاي الزوايا رح نحكي عنها لأن هدول أحسن شهرين لإطالة الشعر وكثافته وخمالته وعلاجه اللي هي فترات تقنيب الشجر تحديدا هيك بنكون انتهينا من الزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا النهار هسا في زوايا ثانية رح تتشكل في المساء يوم السبت طبعا ما رح نحكي عنها في توقعاتنا بتاعت الغد إن شاء الله رح نحكي عنها بإذن الله تعالى القمر موجود في الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم واحد ثلاثة رح يكون في تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها القمر إلى الجوزة عمر القمر القمر الآن نمى لآخر درجة من نمو الهلال عمره ستة أيام الساعة سبعة وثمنتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره سبع أيام نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتنقلاتها خلال الفترة القادمة الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة المزاج سعيد القمر في الثور حتى واحد ثلاثة المزاج سعيد عطارد في الحوت بيتراجع حتى يوم أربع ثلاثة بعدين بيرجع للدلو مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة مزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربع طعاش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى ثلاثة ثلاثة المزاج سعيد أورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد يبدأ بالتوقعات اليومية في ملاحظة أنه البيوت الضعيفة أو البيوت اللي ما في عليها تأثير لا إيجابي ولا سلبي ما رح أذكرها في التوقعات يعني رح أركز على الأكثر إيجابية والأكثر سلبي ولكن المعدومة يعني ما في لا إيجابي ولا سلبي ما رح أذكرها فإنتوا أعرفوني أنا ما ذكرتها يعني هذه حضوضها بطبيعة الحياة اللي أنت عايشها فما رح أكون أحط توقعات عشان ما أطيل الحلقة عليكم بزيادة وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو مفاجئة تدخل تحسين على ميزانيتك بتعالج استحقاقات مالية أو استحقاق مالي لا تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتتمئن خواطرك نوعا ما يعني تتحسن المعنويات بشكل ملحوظ طيب هيك توقعات القمر خلينا نشوف توقعات الخارطة الفلكية شو بتحكيه بالنسبة لبيتك الأول مزاجك جيد يعني عندك هدوء نسبي الفترة هاي نوع من الطمأنينة عندك ثقة بنفسك مشحون بالطاقة طاقة إيجابية بتقدر تتحرك وتستفيد من خلالها على المستوى الشخصي يعني شخصيتك ممتازة جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فأنا شايف أنه اليوم الأمور تتسلط على البيت في عندك نشاط منزلي أو مع أحد أفراد العائلة ممكن يصير عندك فرحة أو انبساط أو خبر صار بصير على مستوى البيت ممكن لمة عائلية أو اجتماع عائلي يكون من خلاله النقاش اهتمام بأحد الوالدين اليوم أو صحة أحد الوالدين والبحث في بعض الحلول اللي إلها علاقة في المنزل ممكن يكون في عطل بحاجة لصيانة أو ديكور جديد أو الاهتمام بالسكن أو أثاث أو مشتريات أو نواقص طبعا رح يكون إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فمنشوف أنه اليوم المزاج مش كثير عاطفي لأنه بتقلب اليوم على أكثر من نحو يعني في عندك أنت مثلا لغاية ساعات الصباح إيجابي بعدين من ساعات الصباح للظهر سلبي بعدين من الظهر للمساء إيجابي فلما بيكون إيجابي في هاي اللحظة بتكون أنت في أوج العلاقة العاطفية أو البحث مع الحبيب أو الاتصال في الحبيب أو لقاء الحبيب أو الخروج مع الحبيب أو التواصل مع الحبيب لحل مشكلة معينة الحبيب أما بالنسبة لوسط النهار بيصير فيه نوع من أنواع سوء التفاهم أو الملل أو الضغط أو نوع من أنواع السلبية ممكن تحتد الأمور في هاي الأوقات تحاول أنك أنت ما تغضب أو ما تنكد على حالك بطريقة غير مناسبة في عندك رغب اليوم للخروج والنزهة والترفيه تغيير الجو يعني الجو رح يكون مرح جدا ومحبب جدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه بيركز على الأموال اللي هي بتيجي عن طريق المساعدات أو بتيجي عن طريق الهبات أو عن طريق شراكة بتركز على القروض بتركز على استرداد أموال أو ديون بتركز على أمور إلها علاقة بالمعاملات والقروض أو المواريث يعني حد بيطالب في ميراثه مثلا أو شخص بدو يدائن يعني هذه الأمور كلها بتركز على هذا الباب إيجابي فأستغلوه بالنسبة لبيتك التاسع بشوف أنا فترة النهار فيها إيجابية ممكن تستغلها بشكل إيجابي على المستوى الدراسي أو الامتحان أو السفر أو قضية قضائية أو اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير أو التواصل مع أجانب خارج البلاد أو شراء أي شيء من دولة أجنبية يعني بمعنى آخر أي شيء له علاقة بالخارج أو بالسفر أو باللغات أو بالأجانب هذا البيت بيغطيها اليوم إيجابي في هذه المسألة استغلوها البيت العاشر بيت السمعة وبيت الأماني بيت الرغبات فإذا كان من تحس معناته أي شيء له علاقة في الرغبات بلاها بلاها في السمعة حافظ عليها بالأماني حاول أنك تتمنى أشياء إيجابية عشان هيك بتكونوا حذرين من أي شيء بشوه السمعة برضو هذا البيت له علاقة بالمؤسسات الكبيرة أو الشركات الكبيرة وعادة هذا بيجي على الموظفين اللي بيشتغلوا في هاي الشركات أن يكونوا حذرين من أي جدال أو خلاف ممكن يكون مع زملائهم في العمل أو رؤسائهم في العمل وفي أشخاص ممكن تحتد لدرجة أنها توصل لمرحلة أنها تقدم استقالتها أو يطلع كتاب فصلهم من هذه الشركة فعشان هيك بيت السمعة بيحذر دائما من كل إشي إيجابي أو سلبي اليوم بما أنه سلبي وعالي السلبية فمنحذركوا من هاي النقاط بالنسبة لبيتك 11 بيت 11 يعني بيت العلاقات الشخصية بيت الأصدقاء بيت الحفلات المناسبات الاجتماع بالأصدقاء بما أنه منتحس برضو فمعناته خلاف مع الأصدقاء النقاش مع الأصدقاء اكتشاف صديق سلبي أو خانك أو بأفشى سرك أو ممكن خسارة معرفة قديمة تأذيك أو شغلة زي هيك أم ممكن دعوة لمناسبة مثلا لناس أنت بتعرفهم يدعو غيرك ما يدعوك أنت ممكن تروح على المناسبة هاي وصير معك خلاف داخل المناسبة يعني بمعنى آخر أنه هو بضغطك على مستوى العلاقات العامة بيتك 12 بيت المتاعب بنشوف أنه لغاية نص النهار يعني من الساعة 12 للساعة 12 على توقيت إحنا طبعا لما بحسب خارطة أنا بحسب على الخارطة والوقت اللي أنتو بتعرفوا له من 12 ل 12 ومن 12 ل 12 مش زي ما أنا بعمل التوقعات اللي هي من الستة للستة فما نلاقي أنه نص النهار سلبي ونص النهار إيجابي ولكن السلبية أقل من سلبية الأيام اللي ماضية بالنسبة لبيت المتاعب يعني ممكن تحس حالك أنه ما عندك قدرة على إنجاز أعمالك خلال هذا النهار تتراكم الأعمال عندك لغاية ساعات الظهر ولكن ما بعد الظهر بصير عندك قدرة عالية جدا أنك أنت تغطي كل الأعمال هاي وتنجزها وتنتهي منها صحتك بصير بتحسن أكثر لما نحكي عن الصحة في بيت المتاعب تختلف عن الشخصية يعني شخصيتك تختلف عن صحتك فعشان هيك نتاقي صحتك أنها انتعشت بزيادة وصار عندك طاقة عالية جدا أنك أنت تكمل النهار وانت آمن ما في شيء يزعجك في بيت متاعبك برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا إلى خطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة وبتتشجع لمواجهة واقع صعب بتمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة بتنتصر على الكثير من الاعتبارات هيك الخمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول بيت الشخصية فأنا بشوف شخصيتك اليوم إيجابية مش بقوة الأمس ولكن برضو إنه ما زالت إنه بشحنك بثقة وبتزيد يعني بتتزايد أكثر فعشان إيك ثقتك بنفسك راح تكون معنوياتك عالية جدا خلال هذا اليوم بعمكم النشاط وعندك قدرة على الحركة وإنجاز كثير من الأعمال هيك الشخصية بتحكي ثقة إنك تنجز ولكن هل أنت عندك الطاقة إنك تنجز هذا الي راح نشوفه في البيوت الثانية بالنسبة لبيتك الرابع شايف أنا إنه اليوم في عندك لقاءات كثيرة ونشاطات على مستوى العائلة بتصل لمرحلة يعني نحكي ممتازة في نوع من أنواع التفاهم على مستوى البيت ممكن يكون في بعض النقاشات أو حلول لبعض المشاكل ممكن تصليحات أو تزبيطات لبعض الأعطال ممكن تهتموا بصيانة معينة أو بأحد الأبناء ممكن اليوم يكون في مناسبة عائلية أو اجتماع عائلي بالنسبة لبيت الحب بشوف أنا اليوم إنه خصوصا في منتصف النهار تحديدا في نوع من أنواع المشكلة العاطفية ممكن إنها تيجي في أي لحظة تنخلق نوع من ردات الفعل العصبية أو الملل أو نوع من أنواع المواجهة ما بينك وبين الحبيب حاول أنك أنت تمسك حالك وما تنفعل لأنه هي ساعاته بتنتهي فما تخليها هي تكون الشعلة اللي ممكن تولع حريق كامل بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية بيت الشراكة يعني شريكك بالعاطفة يعني زوجتك أو زوجك بيت الخامس العاطفة الحب دعي عن مستوى الشراكة المالية والعاطفية لأمور إيجابية في نوع من أنواع التفاهم في تواصل جيد بينك وبين الشركاء وممكن اليوم تحصل على بعض الدعم من أحد الشركاء ممكن يساندك في مسألة معينة وممكن يشجعك على مسألة معينة بالنسبة لبيتك الثامن بيشجعك على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالحبيب ممكن تجيك اليوم أموال عن طريق شراكة وممكن عن طريق تعويض ممكن اليوم تطلب قرض بنكي مثلا وممكن تسترد بعض الأموال اللي بتعود لك يعني إيجابية عالية بالنسبة لبيتك التاسع شايف أنا أنه اليوم في فرصة قوية لنوع من أنواع الاتصالات الخارجية أو مع الأجانب وخاصة في منتصف النهار ممكن اليوم تبادر بالتفكير بالسفر أو تبرمجها على أنه أنت عندك سفر في الفترة القادمة الفترة إيجابية وداعمة للتواصل مع أي شخص خارج البلاد ممكن اليوم تحصل على دعم أو ممكن تشتري شيء من طريق الإنترنت مثلا من دولة أجنبية وتجيبها شحن لإلك ممكن تهتم في بعض البريد ممكن في بعض الدراسة أو الامتحانات أو الشيء الجامعي بالنسبة لبيت السمعة بيتك العاشر فهو بيأثر على كل شيء العلاقة بالسمعة احتاط اليوم من أي حدية أو عصبية ممكن يتثير المشاكل حواليك أو ممكن من خلالها أنك تشوه سمعتك فما في داعي لا لمخالفة قوانين ولا مواجهات مع رجال الأمن ولا أي كلام ممكن يسيء لك حاول أنك أنت تمسك نفسك وما تمفعل لأنه هذا بيت السمعة يعني أي شيء بيأذي سمعتك أو بتعرف أنه هذا بشوه السمعة على حسب عادتك وتقاليدك امشي فيه يعني أنه هذا ما بدي أنا أعمل فيه أما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات الشخصية فأنا شايف أنه اليوم إيجابي جدا ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن لقاء ودي أو بعض الزيارات اللي إلها علاقة بزيارة صديق أو معرفة أو شخص بيهمك أو بيعز عليك أما بالنسبة لبيت متاعبك البيت 12 فأنا شايف أنه لغاية نص النهار الأمور بتكون ضاغطة بقوة كبيرة على بيت المتاعب فعشان هيك ممكن تتراكم عندك الأعمال ممكن تقصر بإنجاز الأعمال الموكلة لإلك وممكن تشكو من بعض الأعراض الجانبية الصحية فإذا كان عليك الضغط الكبير حاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك وتخلد للراحة تأخذ نفس تشحن نفسك بطاقة لغاية ساعات المساء إذا شعرت بأعراض غير اعتيادي وبحاجة لمراجعة الطبيب أراجع طبيبك ولكن أنا بقول لك أنه لغاية ساعات يعني الساعة 12 نقول منتصف النهار وبعدين هاي الأمور كلها بتبدأ بعملية إنها تنتهي برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ يعني حل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء لا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك من أسوأ أيام الشهر ليش؟ لأن القمر موجود في بيت متعبك طيب خلينا نشوف الخارطة الفلكية في إيش بتدعم على مستوى الشخصية بشوف أنا إنه اليوم يعني رغم هذا الضغوط ولكن أنت عندك ثقة وطاقة عالي جدا شاحن نفسك بثقة يعني مش سهلي إنه حدا يقدر يطفيها أو يشكك بقدراتك خلال هذا النهار ثقتك بنفسك عالية جدا أما بالنسبة ل بيتك الثالث فأنا شايف إنه اليوم يعني قدراتك على التواصل فيها نوع من أنواع الملل يعني ما عندك قدرة لا للجدال ولا للنقاش ولا حاب تدخل في مواضيع ما بتعنيك حتى مشويرك يعني بتقيسها بالأروح ما أروحش يعني أغلب حالي أوصل عندهم يعني أروح بشكل مشوار بس عشان هاي الشغل يعني بتكون متردد في أي شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات والتنقلات حاول إنه برضو تلغي هاي النقطة وتحاول إنك أنت تتحرك بالاتجاهات الإيجابية وما تستسلم لهاي السلبيات بالنسبة لبيتك الرابع شايف إنه عصبيتك حادة جدا ممكن إنك الثور وتخلق أي مشكلة على مستوى البيت ممكن عصبيتك ردات فعلك حاول إنك أنت تمسك نفسك وما تندفع بهذا الاتجاه عشان ما تخلق مشاكل تأثر عليك في الفترة القادمة بالنسبة لبيتك الثامن يعني بدعمك شوي من ناحية بعض الأموال اللي بتجيك عن طريق شراكة أو تعويض وممكن إنه يجيك عن طريق بنك أو قرض أو مساعدي أو هبة فحاول إنك أنت بس تقلل من مصاريفك عشان الأمور تمشي بالاتجاه الصحيح ولكن الضغط الأكبر اللي رح يأثر عليك بالفترة فترة هذا النهار هو البيت التاسع يعني اللي عنده امتحان أو عنده سفر يحاول إنه ما يعتمد على الحظود يحاول إنه يكون مستعد بشكل جيد ويدرس بشكل ممتاز إذا عنده امتحان وإذا عندك سفر عن طريق البر أو تنقل بعيد في السيارات انتبهوا أثناء التنقلات من الحوادث أو أعطاء للسيارات لا سمح الله أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فحاول إنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك لأنه ضاغط بسلبية عالية جدا عليك خلال هذا النهر حاول إنه إذا عندك أعمال مع شركات كبيرة أو بتعمل أنت من خلال شركة إنك تنجز الأعمال الموكلة لإلك المهم فالأهم فالأهم وحاول ما تدخل بنقاشات حادة مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات العامة حاول إنه ما تخسر أصدقائك أو تحتد على صديق معين أو تراجع صديق بمسألة معينة فتحتده وتكبر المشكلة وإنتوا بيغنى عن المشاكل بالفترة هذا اليوم مش كله سلبي على مستوى بيت الشخصية ولكن لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر الأمور بتصير جيدة فحاول إنك تأجل هاي المواجهات أو العصبية أو الطوشي اللي أنت بدك تعملها أو المشاجرة مع صديقك أو أي شيء سميه لغاية ما توصل ساعات المساء فبتجد أنه أنت يعني أنه لان قلبك وبتقدر أنك أنت تتواصل معه بطريقة عقلانية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو في ساعات لغاية ساعات الظهر ضاغط ولكن ما بعد ساعات الظهر بصير إيجابي فعشان هيك يعني حاول إنك أنت تريح نفسك ما تضغط نفسك كثير إنجز الأعمال المهمة ولكن بعد ساعات الظهر يكون عندك الطاقة على إنجاز كثير من الأعمال هاي ممكن يكون في عندك عيادة مريض أو زيارة لأحد الأشخاص اللي بعزوا عليك أو إحدى المؤسسات الكبيرة زي المستشفيات أو السجون برج السرطان ابتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته لا تبقى وحيد فالظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك ابتفرح بدعم جهة ما بتتحدث الأفلاك عن لقاءات وتعاون متبادل هيك القبر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية أيش بتحكي لك يعني اليوم نشاطك جيد ثقتك بنفسك عالية جدا بتقدر تتحرك على جميع الأصعدة عندك يعني مشحون بطاقة إيجابية صاحي مبسوط يعني بتقدر أنك أنت اليوم تشحن نفسك بطاقة أكبر وتكون نفسيتك مرتاحة أكثر من هيك بالنسبة لبيتك السادس بيت الصحة وبيت العمل اليوم صحتك إيجابية جيدة ما في أي مشاكل وعلى مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ممكن اليوم يوكلك عمل جديد أو تتسلم مهام جديدة لإنجاز شيء جديد أو ممكن اليوم يصير فيه عندك نوع من أنواع الزيارات لطبيب أو لمستشفى الأمور إن شاء الله بتكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة العاطفية والمالية فمنلاقي إنه الأمور اليوم صعبة شوي فحاول إنك ما تدخل بمواجهات أو عداءات أو تكون حاد في طباعك على أحد شركائك حاول إنه أنت ما تتزمت برأيك وتكون لا رأيي اللي بده يمشي الموضوع ممكن بالتفاهم يمشي وببعض التنازلات تمشي أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف إنه اليوم عندك ضغط مالي عالي جدا ممكن اليوم تفكر في نوع من أنواع البذخ أو المصاريف اللي ما إلها داعي أو المشتريات لأشياء أو سلع مش مهمة يعني أنت مش بحاجتها ولكن من باب إنه أنت بتتفشش يعني بتفش غلك أو بتفش خلجك حاول إنه بلاها اهتم بميزانيتك ومصاريفك بشكل عقلاني ادرس الأمور المالية بشكل عقلاني حتى لو صار عليك مطالبات مالية أو مستحقات مالية حاول إنك أنت تجدولها بشكل عقلاني أما بالنسبة لأبيتك التاسع فالفرصة لسفر أو امتحانات ممتازة جدا خلال هذا النهار يعني اللي عنده امتحان بنجز بشكل جديد واللي عنده سفر اليوم سفر إن شاء الله بكون ميسر واللي عنده قضية قضائية نفس الشيء اتصالاتكم مع الأجانب أو علاقاتكم مع الأجانب أو حتى لو بحثت في موضوع أكاديمي أو دراسة لغة جديدة أو البحث عن مسألة كانت معقديتك بالفترة الماضية اليوم ممكن تجدلها نوع من أنواع الحلول أما بالنسبة لبيت السمعة فبقول لك هنا بدك توقف وتسمع ما تعمل أي شيء بشوه السمعة حاول إنك أنت تنجز الأعمال الموكة اللي لقلك بدون خلافات لا مع المسؤولين ولا مع زملائك في العمل وما تعمل أي شيء ممكن يشوه سمعتك مثل مواجهة رجال الأمن أعمال مشبوهة أماكن مشبوهة مزاجك جاي عبالك شيء مشبوه ما تعمله فحاول أنك أنت أي شيء بيأثر على السمعة في خلال هذا النهار أنك ما تعمله يعني خليك ملتزم هاليوم أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فبيت العلاقات اليوم عالي جدا اليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة الأجواء الشخصية أو العلاقات العامة ممتازة جدا خلال فترة هاي ممكن تتعاون مع بعض الأشخاص أو أنت تبادر في معاونة بعض الأشخاص الأمور إيجابية وجيدة جدا ممكن أنت تستفيد منها على كل الأوجه أما بالنسبة لبيتك الـ 12 فأنا شايف أنه ما زال بيت متاعبك ضاغط عليك فحاول أنه أنت تنجز الأعمال الموكلة إلى إلك ما تجهد نفسك زيادة حاول أنك تخلد للراحة فكر بمنطقية لحل الأمور ما تحتد في عملية النقاشات والعصبية امسك حالك قدر الإمكان برج الأسد يوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو يرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين لا تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة لا تسمح للعواطف بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه نفسيتك اليوم أحسن عندك ثقة بنفسك عالية صحيح أنه ممكن شوي هيك يتعكر مزاجك خلال النهار ولكن أنه رح يكون أغلب النهار إيجابي وداعم بالنسبة لأثقتك بالنفس ممكن اليوم يصير بعض المطالبات المالية هيك في وقت يعني أو تنضغط ماليا أو يصير في بعض الحسابات المالية أو الحديث عن موضوع مالي فيوترك شوي هيك أو يزعجك حاول أنك تمسك عصابك فرج الله قريب يعني فترة وإن شاء الله بتنحل كل الأمور المالية أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي فأنا شايف أنه قوي في حضوظ قوية اليوم لقاءات عاطفية أو اتصالات عاطفية أو شيء له علاقة بالعاطفي رح يكون بأوجه خلال هذا النهار ممكن تحركات اتصالات خروج نزهة نوع من أنواع تغيير الجو يعني الأمور من ناحية عاطفية ومن ناحية الترفي ومن ناحية انبساط فالوضع إيجابي أما بالنسبة لبيتك السادس بيت الصحة فأنا شايف أنه الأمور ضغطة على صحة شوي عند البعض من موليد برج الأسد حاولوا أنك تأخذوا نفس عميق هيك وتشوفوا وين الخلل تحاولوا تعالجوه طبعا الأمور رح تكون عرضية يعني مش أمور مزمنة أو طويلة الأمد في العلاج هي فترة اليوم هذا بس تقدروا تنجزوا كثير من أعمالكو خلال هذا النهار ممكن هو نوع من أنواع الإرهاق أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه على مستوى الشراك المالي والعاطفي هي الأمور إيجابية في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الشريك ممكن هذا اللقاء يكون ناجح وممكن اليوم ينعرض عليك عمل جديد أو شيء العلاقة بشراكة جديدة أو ممكن حدا يعجب بمشروع أو بفكرة عمل وتبدأ في عملية تحقيقها على أرض الواقع أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بيت الديون بيت المطالبات المالية فأنا بشوف أنه البيت الثامن بيدعمك ماليا ولكن دعم المالي هذا بيجي عن طريق هبة مساعدة دعم ممكن تعويض ممكن شراكة لكن كلها أموال خارجة عن إرادتك يعني إشي مش بإيدك أنت هي بتجيك من أشخاص حولك من أشخاص أنت بتعرفهم من أشخاص أنت بتثق فيهم هم اللي رح يدعموك بهذا المبلغ أو بهذا المال خلال هذا النهار ممكن تكون نوع من أنواع القروض عن طريق بنك أو عن طريق سلفي من أشخاص الأمر إيجابي ورح يكون ميسر إن شاء الله تعالى بالنسبة لبيتك التاسع طبعا اللي عنده سفر عنده تنقلات بده يكون حذر جدا اليوم لأمور صعبة مش سهلة مش طول النهار يعني تقريبا إحنا بنحكي أغلب النهار يعني لغاية ساعات العصر ما في داعي للطيش ما في داعي للتهور ما في داعي للمغامرات أثناء القيادة إذا عندك سفر طيارة روح قبل الموعد تأكد من الحجز تبعك تأكد من أغراضك بلاش تنسى منهم شيء إذا إلك اتصالات مع أشخاص خارج البلاد امسك أعصابك قدر الإمكان ما تحاول تنفعل ما تحاول تعصب لأنه عندك سلبية عالية جدا في هذا البيت واللي عنده امتحان بده يدرس ما يعتمد على الحضوض في هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف بيت الصمعة في اليوم تحتد الأمور شوي ما في داعي للمجازفات ولا مخالفات القوانين ولا مواجهة رجال الأمن ولا عمل أي شيء إلو علاقة بتشويه السمعة حاول أنك أنت اليوم تكون مؤدب تمسك نفسك عن الخطأ تحاول أنك أنت تلتزم يوم مشيها تمشي معك الأمور وباقي الأمور إن شاء الله بتكون طيبة تحاول أنك ما تدخل بعنادي ومواجهات بعصبية مع رؤسائك بالعمل ولا مع زملائك بالعمل وإنجز الأعمال حتى ولو كثرت يعني حتى لو بتتأخر في ساعات العمل إنجز أعمالك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف بيتك 11 يعني العلاقات العامة أو الأصدقاء أو الصداقات يعني في حركة جيدة خلال هذا النهار ممكن يتوجه لك دعوة لا حضور حفلة أو مناسبة ممكن لقاء أصدقاء ممكن أحد الأصدقاء يساعدك في مسألة معينة يدعمك في شيء معين ينجز لك معاملة عنك يشور عليك بشيء أو أنت تساعده بشيء يعني في نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين الأصدقاء أو المعارف رح يكون إيجابي أما بالنسبة لبيت متاعبك فهنا بدك تكون أنت منتبه لصحتك ما ترهق نفسك حاول أنك تخلد للراحة تأخذ نفسك مش تخلد للراحة يعني خلص بديش أشتغل بديش أسول أيش بديش أروح أنا في الفراش لا يعني حاول أنك ما تجهدش نفسك بكثرة الأعمال يعني ما تشتغل أربع خمس أشياء مع بعض حاول أنك اشتغل ركز على شيء معين اللي هو المهم وأنجز وخلص أراقب وضعك الصحي إذا استدعى الأمر أنك أنت اتراجع طبيبك فمش غلط خلال هذا النهار إذا استلزم الأمر وراقب برضو الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم ممكن أنه تكتشف أشياء ما تتور لو اكتشفتها يعني نوع من الغدر نوع من الخياني نوع من إفشاء أسرار معلومات عنك شغلات زي هيك يعني ما تعصبش يعني مشي الأمور والأمور إن شاء الله أنه بتنحل بسلاسة بدون عصبية وهجوم وتهور برج العدراء بيصلكم خبر من بعيد وتنجحوا في السفر والاتصالات تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم ترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعود لإمساكك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل عليك خلال هالحوار وتفرح بخبر أو تجاوب معك ممكن يكون من خلال هاي الفترة سفر محتمل هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني شخصيتك اليوم جيدة نفسيتك أحسن عندك قدرة اليوم على التحرك بأكثر من اتجاه مع بعض مشحون بطاقة عالية جدا بتقدر اليوم تستفيد من كثير من الأشياء وخصوصا بهاي النفسية الجيدة بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الاتصالات والتحركات والتنقلات ممكن سفريات قصيرة بتقدر تقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك ولكن مش طول اليوم يعني لغاية ساعة العصر اللي عنده امتحان اليوم بيكون الأمر جيد اللي عنده مناقشة أو مقابلة برضو رح هيقدم فيها إن شاء الله بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه الأمور العائلية والأسرية هي اللي على أوجها خلال هذا النهار بتهتم في قضية العلاقة بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أو ممكن يكون في نوع من المشورة أو اللقاء عائلي أو فرحة عائلية أو مناسبة في المنزل أو شيء له علاقة يعني بالبيت ككل أما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي فأنا شايف أنه بأوج السلبية فحاول أنه اليوم تمسك عصابك بدون انفعالات أو انفجارات في وجه الحبيب حاول أنه أنت ما تغضب كثير حتى لو هو استفزك مشي الأمور عشان أنه ما تصير فيه قطيعة في العلاقة حاول أنك تمسك عصابك وحاول أنه اليوم برضو لو كان في عندك نوع من أنواع المرح أو النزوات اليوم تلغيها ما فيه إلا هداعي أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور الصحية جيدة وعندك اهتمام بصحتك جيد خلال فترة هاي عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه الأمور حادة جدا على مستوى الشراك المالية والعاطفية يعني ممكن تخلق أنت مشكلة من لا شيء يعني أنت اللي عندك الطاقة السلبية في هذا الموضوع مش الطرف الآخر فعشان هي بدك تحتاط أنه الغضب أنت المسؤول عنه في خلال الفترة هاي ما تدخل بأي شيء يشوه العلاقة ما بينك وبين الشركاء بالفترة هاي ما تحاول تفرض رأيك وما تنتقد انتقادات لا دعاء على أساس أنه ما تكبر المشاكل أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم أنت بتزيد عليك المطالبات المالية أو مراجعة دوائر حكومية لأجل مطالبات مثل ضريبة مثلا أو ممكن بنك قرض بنك أنت مش قادر تسدده ممكن ديون وأنت مطالب في سدادها يعني هذا الأبواب اللي ممكن تضغط عليك خلال هذا النهار يحاول أنه ما تصرف كثير وحاول أنه برضو يعني ما في ما رح أقول لك أنه رح يجيك أموال من خلال هذا الباب ولكن بقول لك أنه دير بالك من النفقات أما بالنسبة لبيتك التاسع فهي فعلا أنه اليوم ممكن يصلك خبر من بعيد أو تنجح في سفر أو اتصالات أو امتحان عندك اليوم قدرة على إنجاز كثير من الأعمال اللي لها علاقة بالسفر أو الامتحانات أو القضايا القضائية ولكن بيتك العاشر من نقطة القضايا القضائية بحذرك من أي مخالفات قانونية أو أي عمل مشبوه لأنه هذا بيت السمعة فبيت السمعة بقول لك أنه ما تعمل أي شيء يشوه السمعة فالنسبة الخطر عالية جدا بالنسبة للأمور السلبية فحاول أنك أنت قدر الإمكان أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وما في داعي لأي مغامرة ممكن أنها تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور على مستوى العلاقات والمعارف والصداقات بأوجهة ممكن برضو اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو خبر يكون لصالحك في هذا المكان فيتم تكريمك أو منحك هدية أو إشي من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فبرضو بيضغط عليك بشكل سلبي جدا حاول أنك أنت برضو ما تدخل في مخالفات قوانين برضو بيقول لك نفس الشيء وفي نفس اللحظة إنجز الأعمال اللي بتقدر عليها وحاول أنك تخلد للراحة خد نفس وراقب صحتك ممكن أنه أنت تحتاج لمراجعة الطبيب لأمر ما برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي له صلة بشراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية سارع إلى تهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أو تصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور إلى نصابها ممكن تنشغل بمعاملات وأوراق هيك وقمر بحكي لك خلينا نشوف إيش الخارطة الفلكية بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف الأمور إيجابية نفسيتك اليوم أحسن يعني أفضل من الفترة الماضية في عندك طاقة إيجابية بتدعمك عندك قابلية لتحرك بكثير من الاتجاهات خلال هذا النهار يعني مشحون بطاقة عالية أما بالنسبة لبيتك الثالث فهو بدعمك باتجاه التحركات والتنقلات والاتصالات بفتح لك كثير من الأبواب خلال هذا النهار فاللي عنده امتحان رح ينجز فيه إنجاز جيد اللي عنده مقابلة رح تكون بأوجهة ورح يقنع أي شخص بوجهة نظره ويناقش بجراءة وثقة بالنفس يعني أمور ممكن يكون عندك رحلة نزهة تنقلات اهتمام بسيارتك بجهازك الهاتف ممكن شراء سيارة حتى إلى بعضك يعني فهذا البيت إيجابي جدا أما بالنسبة لبيتك الرابع فبقولك دير بالك من الخلافات على المستوى العائلي أو مستوى البيت أو مع أحد أفراد البيت دير بالك من أي شيء إليه علاقة بالسلبية لأنه فيه سلبية كثيرة موجودة في هذا المكان أو في بيت البيت فممكن خلافات مع الأبناء ممكن أعطاء المنزلية ممكن أمور إلها علاقة في البيت ديروا بالكو وحاولوا أنكو تمسكوا حالكو ما تمفعلوا بالنسبة لبيتك الخامس أنا شايف أنه العلاقة العاطفية جيدة خلال هذا النهار فيه كثير من التواصل مع الحبيب أو لقاء أو تفقد الحبيب نوع يعني تواصل إيجابي أما بالنسبة لبيتك السادس فبدأك تنتبه لصحتك اليوم وحاول تنجز الأعمال المتراكمة عندك وما تخلي الأعمال تتراكم زيادة يعني ما فيه داعي لها الأمر أما بالنسبة لبيتك الثامن فالفرصة فعليا فيه فرصة لمكسب مالي بيجيك إما من شراكي أو من تعويض وبرضو بيقول لك أنه صحتك أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فأنا شايف أنه ضاغط مش بالنسبة العالية ولكن برضو إحنا منحذر أنه أي شيء للسمعة منقول لك دير بالك تشويه سمعتك إذا عندك أعمال حاول أنك تنجزها وما تدخل بمواجهات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل في خلال هاي الفترة أي أوراق تنعرض عليك لتوقيعها ودرسها واتفقدها بشكل جيد ما تدخل بمواجهات مع رجال الأمن أو رجال القانون وبرضو ما تعمل أي عمل مشبوه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم في كثير من الاتصالات أكثر من الأمس وممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن يتم تكريمك أو مدحك بطريقة إيجابية يعني هذا يعمل لك نوع من أنواع الصيط والإيجابية صحيح أنه في ساعتين أو ثلاثة في النهار فيها سلبية ممكن تحتد على بعض الأصدقاء أو يكون عندك ردة فعل على تصرف من تصرفاته ولكن مع النهار تنتهي هذه الأمور إن شاء الله وما بيكون فيها أي شيء أما بالنسبة لبيت متعبك فبرضو بيحذرك من الضغط على أعصابك وعلى صحتك وعن تراكم الأعمال عندك فحاول أنك تنجز الأعمال قدر الإمكان خصوصاً المهمة وراقب وضعك الصحي برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعك وتعزيز شراكتكم اتجنب الإنفعالات اللي ممكن تخفي عداوي لا سيما مع الإدارات والمسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر الخصم ممكن يكون بالفترة هاي أقوى منك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطك الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف اليوم يعني شخصيتك أكثر حتى من مبارح ثقتك بنفسك عالية جداً عندك كثير من الأشياء اللي انت حابب اليوم تعملها ممكن تغيير في شكلك في قصة شعرك صبغة أي شيء تجميلي ممكن تهتم فيه على المستوى الشخصي عشان تغير نفسيتك ممكن تهتم بأمور لها علاقة بعلم الطاقة والطاقة الإيجابية والإحائية والشغلات اللي زي هيك يعني هاي كل هالأمور بالدعم من موقفك بالنسبة لبيتك الثالث أنا شايف اليوم عندك كثير من الاتصالات والتحركات إيجابية رح تكون عندك قدرة على إقناع الطرف الثاني أو الأطراف الثانية في وجهة نظرك حتى لو كانت مقابلة عمل عندك قدرة على النقاش بشكل جيد جداً خلال هذا النهار حاول تستغل هذا النهار لأنه في كثير من التنقلات والسفريات كثير من التحركات بعدة اتجاهات رح تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف بيتك الرابع يعني بأوجه على مستوى البيت فأنا شايف أنه ما زالت فيه أحداث أو فيه أمور إلا علاقة بالبيت أنت بتهتم فيها بشكل جيد ممكن فيه فرحة أو مناسبة أو أو شيء له علاقة بالقاء عائلي أو مسألة بتتناقشه فيها إلا علاقة في أحد أفراد البيت ممكن تفكير فيه صيانة أو شراء جهاز للبيت أو قطعة أثاث أو إلى ما لنهي يعني كل إشي له علاقة في البيت حتى وممكن استئجار بيتي جديد أو شراء بيتي جديد أما بالنسبة لبيتك الخامس فهو ما زال على حديته نفسيتك شوي مشحونة بطاقة سلبية جدا علاقتك ما بينك وبين الحبيب عليها علامات استفهم حاول أنك ما تحتد الزيادة على أساس أنه مصر قطيعة ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تأخذ على جامبك شوي قدم بعض التنازلات على أساس أنه أنت تتجاوز الفترة السيئة ما في داعي في خلال هذا اليوم لا للنزوات ولا للخروجات ولا للمرحل لأنه كلها ممكن يكون فيها نوع من أنواع الحدية اللي تأثر عليك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف بيتك السادس بدعمك بشكل جيد تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكللة إليك وصحتك ما شاء الله إن شاء الله إنه بكون ما فيه ولا أي شيء إذا فيه أشياء بتكون عابرة هيك مرورة الكرام يعني ولكن إنه الأمور إيجابية إذا حاب تقدم لوظيفة أو لعمل اليوم برضو مناسب أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم ممكن تحصل على مبلغ من شراكة أو من تعويض أما بالنسبة لبيتك التاسع اللي عنده سفر اليوم أو عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده اتصال خارجي كلها إيجابية ورح تكون لصالحة أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا شايف أنه ضاغط بشكل كبير فحاول إنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك خلال هذا النهار يعني لا مخالفة قوانين ولا أعمال مشبوهة ولا أي شيء يشوه السمعة مهما كان صغير أو كبير حاول إنك أنت تلتزم خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف بيتك 11 شوي بعطيك إيجابية بمستوى العلاقات العامة وعلاقاتك مع الأصدقاء فبدعمك بشكل إيجابي ممكن من خلاله يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت حتى تعمل حفلة أو مناسبة ويكون في الحضور عندك في نفس البيت ونوع من أنواع الإنبساط على مستوى عالي وممكن تعاون من صديق أو زميل يساعدك في مسألة معينة أو يمدلك يد العن أما بالنسبة لبيت متاعبك فما زال ضاغط عليك حاول إنك أنت تنجز الأعمال الموكللة إليك قدر الإمكان يعني الإشي المهم راقب وضعك الصحي حاول أنه تخلد للراحة وحاول أنك أنت ما يصير عندك نوع من الحساسية خصوصا من عملك أو من شيء له علاقة بالمؤسسات الكبيرة مثل سجون أو مستشفيات ممكن اليوم تهتم في عيادة مريض أو صحة مريض برج القوس رغم تراكم الأعمال أنت قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاء وكم وخذوا قصة كافي من الراحة لا تلتهي ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت أنك أنت تحصل على نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة ممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية بالنسبة لبيتك الأول إيجابي جدا نفسيتك اليوم أحسن تحاول أنت تشحل نفسك بطاقة إيجابية أكثر من المعتاد بالنسبة لبيتك الثاني اليوم يعني ممكن شوي تنشد عليك الأمور المالية تصير فيه نوع من أنواع المصاريف أو المطالبات المالية حاول قدر الإمكان أنك أنت تقلل من مصاريفك للزيادة أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التنقلات والتحركات والنشاط عندك كثير من الأمور اللي إلها علاقة بالمواجهات الكلامية تفرض سلطتك عندك قدرة على إقناع الأفراد اللي حواليك بوجهة نظرك ممكن اليوم إذا كان عندك مقابلة اليوم تثبت ذاتك إذا عندك امتحان رح يكون جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه في ضغط على مستوى البيت عالي جدا حاول أنك أنت تقلل من عصبيتك وحديتك ما تختلق المشاكل ما تحاول أنك أنت تنفعل وتعصب ممكن الأمر يحتد لدرجة أنه يصير في فراق ما بينك وبين أحد أفراد البيت فحاول قدر الإمكان أنك تمسك أعصابك في منكم ممكن يكون مش هذا الإشي عندهم لأ يكون عندهم أعطال صارت في البيت بحاجة للصياني أو الترميمات ممكن الاهتمام بمشكلة أحد أفراد البيت مثلا أو الاهتمام بصحة أحد أفراد البيت أما بالنسبة لأبيتك الخامس الأمور العاطفية جيدة اليوم تقدر تتواصل مع الحبيب بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة لأبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور أنك تقدر تنجز اليوم كثير من الأعمال الممكنلة إليك صحيح أنه نفسيتك شوي مش مرتاحة حاصب بنوع من أنواع تواعك الصحي اللي مش موجود ولكن أنه حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتنطلق خلال هذا النهار أما بالنسبة لأبيت شراكتك المالية والعاطفية فهو جيد اليوم تقدر تباحث أنت والشركاء بأي أمر له علاقة بتطوير العمل ممكن اليوم تعرض مشروع أو فكرة أو ينعرض عليك مشروع أو فكرة أو يكون فيه عندك توقيع بعض الأوراق أما بالنسبة لأبيتك الثامن فأنا شايف أنه اليوم ممكن تحصل على بعض الأموال عن طريق شراكة أو عن طريق تعويض أو عن طريق هبة أو مساعدة ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فأنا شايف أنه ضاغط بشكل كبير عليك حاول أنك ما تدخل بأي شيء بشوه السمعة خلال هذه الأيام يعني الأمور بتضغطك بشكل كبير يعني حاول أنك أنت تكون ملتزم بالفترة هاي لا تدخل بأي مخالفات قانونية أو أعمال مشبوهة وحاول أنك أنت تعرف إيش الأشياء اللي ممكن أن تثير الشقوق حواليك أو الشبهات حواليك حاول أنك أنت تتجنبها أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه عندك اليوم دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو أنه أنت تعاون مع أحد الأصدقاء أو المعارف في مسألة معينة ممكن تمد يد العون لهذا الشخص فتساعده أو يساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت متاعبك فالضغط أقل الآن يعني فيه نوع من أنواع المحوسة في الموضوع ولكنه مش هالإشي الكثير فعشان هيك برضو أنه الأعمال الكثيري والإجهاد عندك عالي جدا فحاول أنك أنت تنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال وأخلط للراحة راقب وضعك الصحي وإن شاء الله أمورك بتكون طيبة برج الجدي يعني القمر بيقولك ترغبون في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني لا تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحباء بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني أنا شايف أنه ما زال فيه نوع من أنواع الضغط على نفسيتك اليوم يعني ما عندك قابلية لإنجاز كثير من الأعمال حاس حالك هيك هيك أسلان مش حابب تعمل شيء حابب ترتاح تظل في البيت يعني تهتم في أفكارك وسلسلة هالأفكار هاي اللي بتروح وبتيجي في مخك بتحاول تحللها أو تفكر فيها بتضغط على طاقتك بشكل كبير لدرجة أنه بتحس أنه ما إلك نفس أنك تعمل شيء أما بالنسبة لبيتك الثاني فالأمور المالية اليوم ممكن تحصل على مال من عمل إضافي ولكن حاول أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث بدك تحذر من التنقلات والاتصالات من العصبي وردات الفعل حاول أنك ما تتهور على الطرقات ممكن يصير فيه عطل فيه سيارة أو هاتف أو ممكن عصبيتك هي اللي تكون ظاهرة على الساحة أكثر شيء اللي عنده امتحان بده يدرس بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت فعندك اهتمامات اليوم في أحد أفراد البيت ممكن اهتمامك في البيت نفسه ممكن صيانة تنظيف ترتيب أو أشياء لها علاقة بالبيت ممكن شراء جهاز أو قطعة أثاث أو شيء له علاقة بالبيت بكل معانيه أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه عواطفك اليوم شوي فاترة أو باردة ما عندك قدرة على مواجهة الحبيب ولا الاتصال فيه بتحاول أنك أنت تتهرب من التواصل معه عندك نوع من أنواع الحدية ردات الفعل ممكن أنه أنت مشحون بطاقة سلبية فليأجل هيك ممكن تفرغ غضبك فيه فحاول أنك أنت تمسك عصابك ما تكبر الأمور أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه الأمور على مستوى العمل ومستوى الصحي هي جيدة تقدر أنت اليوم تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك ولكن حاول قدر الإمكان أنه ما تجهد حالك الزيادة أما بالنسبة لبيتك الثامن ما زالت الفرصة موجودة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض فيه فرصة لطلب المساعدة أمور بنكية أو استرداد بعض الأموال اللي بتعود لك أما بالنسبة لبيتك التاسع فيه عندك كثير من الاتصالات الخارجية أو فيه منك رح يكون على سفر فيه منك رح يكون عنده نوع من أنواع التواصل مع أشخاص خارج البلاد اللي عنده امتحان اليوم بنجز بشكل جيد واللي عنده سفر رح يمضي على خير إن شاء الله تعالى أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فحاول أنك أنت ما تعمل أي شيء يشوه السمعة لا تخالف القوانين ولا تدخل بمواجهات مع رجال الأمن ولا تدخل بأي شيء مشبوه حاول أنك أنت تكون حذر خلال هذا النهار من أي شيء يشوه السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الصداقات والعلاقات العامة فأنا شايف أن الأمور ممتازة جدا ممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء مع صديق تتعاون معه أو تعاونه في مأسة المعينة ويكون الأمر إيجابي أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو ما زال مرتفع فعشان هيك إنجز الأعمال اللي بتقدر عليها من الأعمال المتراكمة وحاول أنك تخلد للراحة وراقب بضعك الصحي بشكل جيد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسائل عائلية خلال هذا النهار لا تترك أحد يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات ومن تضخيم الأمور تبدو مرهف الحس ومتوتر بسبب قلق ما ممكن يكون خلال هاي الفترة نوع من أنواع السفر أو تفكير بالسفر أو ارتباط أو وعك صحية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنه شايف أنه اليوم شخصيتك أحسن ونفسيتك أحسن عندك قدرة إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار بسبب نفسيتك الممتازة يعني بيتك الثاني ما زال في ضغوط مالية أو بعض الأفكار المالية أو بعض المطالبات المالية اللي بترهقك حاول أنك أنت برضو تقلل من مصاريفك حاول أنك تنظم برنامج الفوترة أو عملية جدولة الديون أو تعرف ترتب أمورك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الثالث فبقول لك أنه في عندك كثير من التحركات والاتصالات خلال هذا النهار فيه ممكن يكون فيه سفريات قصيرة ممكن يكون عندك امتحان راح يتقدمه بشكل جيد ويكون لصالحك لو دخلت بالنقاش أو كان عندك مقابلة اليوم راح تكون بحيوية عالية جدا تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة لبيتك الرابع فعندك اهتمام كامل بالنسبة للبيت يعني بتعديل نوع من أنواع التعديلات على المساكن أو الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسألة عائلية معينة يعني حاول أنك أنت تتعامل بعقلانية في أمور البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس الأمور العاطفية عندك اليوم مش زي الأمس أقل ولكن ما زالت الأمور العاطفية بتشغل شغلك فكرك وعندك قدرة على أنك تتواصل مع الحبيب أما بالنسبة لبيتك السادس وضعك الصحي جيد ما في أي خوف عليه بالعكس يعني الأمور الصحية جيدة وحتى على مستوى الأعمال بتقدر تنجز كثير من الأعمال المكللة إلك أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الدعم أو ممكن تطلب دعم من أشخاص بتعرفهم أو بتثق فيهم أو عن طريق بنك طلب قرض أو دين أو مساعدة ممكن يجيك أموال عن طريق شراكة شراكة أو تعويض أما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي بفكر بالسفر أو عنده سفر خلال هذا النهار فهو رح يكون إيجابي اللي عنده قضية قضائية برضو رح تكون لصالحه واللي عنده امتحان برضو رح يكون ممتاز جدا ممكن تهتموا بأشخاص من خارج البلاد إما قادمين أو مسافرين أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا شايف أنه ضاغط بشكل كبير حاول أنه اليوم ما تعمل أي شيء له علاقة بالسمعة أو تشويه السمعة اعرف أنه أي شيء ممكن يضرك خلال هذا النهار ويشوه سمعتك إذا ما التزمت بالكلام اللي أنا بحكي لك إياه أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا بقول لك اليوم أحسن من الأمس ممكن اليوم يصير فيه لقاء ودي ما بينك وبين بعض المعارف التعاون على حل مسألة معينة وممكن يكون فيه دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى زيارة عائلية أو نوع من أنواع التواصل مع بعض الأشخاص اللي ممكن يفيدوك في المستقبل أما بالنسبة لبيت متعبك فهو ضاغط عليك بشكل كبير حاول أنه ما ترهق نفسك كثير بالأعمال إنجز الأشياء المهمة راقب وضعك الصحي وفي نفس اللحظة حاول أنك أنت تهتم بنفسك أكثر شوي ويهتم براحتك وبصحتك برج الحوت بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندك نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حافظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار بتتمتع بدين الماكية وحماسة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لابيتك الأول أنا شايف أنه إيجابي بشكل جيد جدا يعني ولكن أنه برضو من لحظة لأخرى بتحس أنه هيك في نوع من أنواع الأشياء اللي بتأثر على نفسيتك بتعطيك طاقة سلبية حول أنك أنت تتجاوزها وتطلع منها أما بالنسبة لابيتك الثاني فأنا شايف عن المستوى المالي اليوم بيجيك أموال من عمل إضافي خصوصا اللي بيشتغلوا في العمل الإضافي هم اللي ممكن يحصلوا على أموال خلال هذا النهار أو ممكن يحصلوا على هدية أما بالنسبة لابيتك الثالث فهو نفس القمر يعني بتنشطوا في الدراسة وسفروا الاتصالات ويمكن ممكن يفكر في خروج بنزهة ويمكن يكون فيه نوع من أنواع تعامل مع أخ أو جار يعني فيه عندك نوع من أنواع الأشياء اللي ممكن أن تستفيد منها اللي عنده امتحان ممكن اليوم ينجز بشكل جيد أما بالنسبة لابيتك الرابع بيت البيت ففيه نوع من أنواع تعاون مع أحد أفراد العائلة أو الاهتمام بصحة أحد المقربين لا إلك حاول أنه أنت تنجز الأعمال المنزلية بهدوء بدون توتر وبدون حساسية ممكن اليوم تهتم بتغييرات أو شراء أشياء أو أجهزة أو أثاث للبيت حاول أنه أنت تكون هادي أما بالنسبة لابيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الأعمال اللي بتقدر تنجزها أنت وتتفوق فيها وعندك بعض الاهتمام بالأمور الصحية أما بالنسبة لابيت الشراك المالي والعاطفي فهو جيد اليوم تقدر تتباحث بأي مسألة العلاقة بالشراك المالي والعاطفية وبتكون لصالحك وجهة نظرك راح تكون مقبولة أما بالنسبة لابيتك الثامن فاليوم ممكن تحصل على دعم أو مساعدة من خلال شراكة أو تعويض أو ممكن يجيك عن طريق مساعدة من أشخاص كنوع من أنواع المساعدات أو الديون أو الهبات لو طلب الدين من أي شخص اليوم أو حتى لو قرض من البنك ممكن يكون موافق عليه واللي صالحك أما بالنسبة لابيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم يعني بيت السمعة هذا برضو بحذرك من أي شيء بشوه السمعة حاول أنك تكون حذر ما تدخل بأي مواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وما تدخل بأي شيء بإلو علاقة بالأمور المشبوهة أو الغير قانونية أما بالنسبة لابيتك 11 فما زالت الأمور على مستوى الصداقات عليها علامة استفهام حاول أنه أنت ما تحتد ممكن تخسر أحد المعارف أو الأصدقاء بسبب عناتك أو مزاجيتك أو بسبب أمر أو شيء أنت عرفته عن صديق فحاول أنك تمسك نفسك عشان ما تخسره للأبد أما بالنسبة لابيت متاعبك فبقول لك انجز الأعمال اللي بتقدر عليها وأخلد للراحة حاول تهتم بصحتك شوي وراقب وضعك الصحي إن احتاج العمر لا استشارة طبيب فما تتأخر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء